ربما أمس كان فيه بعض الإطرابات الجوية لاحظنا أنه فيه بعض الأمطار طبعا على المناطق الداخلية وفي الجزائر العاصمة هل سيكون كذلك اليوم يعني فيه إطراب جوي بامتياز أو ستكون فيه استقرار بالوضعية الجوية هنا؟ لا رح يكون فيه استمرار في تساقط الأمطار ويسام وهذا على أغلب المناطق الشمالية للوطن وخاصة الغربية وكذلك فيه نشرية خاصة لتحضر من تساقط للتلوج على أغلب المرتفعات الداخلية الغربية لفوق علوها الألف متر بحول الأكيد أكثر التفاصيل رح نقدمها في هذا الموعد الإخباري إذن ولا بأس نبدأ تفاصيل الوضعية الجوية بهذه الصور الحية والمباشرة من الوادي قسنطينة وكذلك من الجزائر العاصمة إذن الأجواء رح تكون كما نلاحظوا وفي الحين الآن رح يمغيمة فيما يخص أغلب المناطق الشمالية الغربية وكذلك الوسطى وحتى الشرقية رح فيه أجواء مغشة جزئيا فقط المناطق الشمالية الشرقية خاصة وبتحديد ولاية قسنطينة إذن خلال نهار اليوم أو حتى فيما يخص هذه الأيام هي غير معنية بالإفتراب الجوي تبقى دائما الأجواء مغشة جزئيا على ولاية قسنطينة إذن وفي حدود الدرجة الواحدة إذن سجلت خلال صباحة اليوم كدرجة حرارة دنيا وستصل بحول الله خلال الظهيرة إلى حوالي 14 درجة فقط بالنسبة لولاية قسنطينة إذن على كل من كذلك سطيف أم البواقي برج بورريج دائما تبقى الوضعية الجوية نفسها احتمال يكون في تساقط لبعض التلوج الخفيفة على المرتفعات التي يصل علواء للـ 1200 متر ما تتعداش 2 سنتيمتر فقط فيما يخص باتنا إذن وكذلك دائما درجة الحرارة منخفضة بالنسبة لباتنا درجتين تحت السفر سنسجلها إن شاء الله والسفر درجة على كل من برج بورريج وأم البواقي إذن وبخصوص الوضعية الجوية اللي نتظرها إن شاء الله فيما يخص الجزائر العاصمة إذن دائما تبقى الأجواء مغيمة تقدر تكون مرفقة ببعض القطرات من الأمطار شفنا خلال يوم الأمس وخاصة خلال الصباحة إذن كان فيها أمطار نقدر نقوله كانت معتبرة لبأس بها خاصة الجزائر العاصمة خلال صباحة اليوم لكن تحسنت الوضعية الجوية شفنا كان فيه تساقط لبعض القطرات من الأمطار حتى خلال صباحة اليوم والآن كذلك كان فيه تساقط لبعض القطرات من الأمطار المتفرقة تبقى الأجواء دائما مغيمة على الجزائر العاصمة والمناطق القاربة منها درجات الحرارة الدنيا سجلت خلال صباحة اليوم أو لحقة إلى 6 درجات فقط ومن المنتدر أن نتصل إلى حوالي 13 درجة بالنسبة للجزائر العاصمة خلال الظهيرة تيزيوزو كذلك نفس الوضعية الجوية على العموم ودرجات الحرارة متقاربة تماما ما تتعداش إذن 12 درجة بالنسبة لتيزيوزو وكذلك البويرة لعرفة تساقط لبعض الأمطار للوضعية الجوية في الجزائر كما نلاحظوا الجزائر العاصمة بالتحديد مغيمة واحتمال يكون فيه تساقط لبعض الأمطار خلال ظاهرة اليوم بحول الأمطار متفرقة البحر كذلك رح يكون مضطرب أو قليل الاثتراب إلى مضطرب على طول الشريط السحلي وسرعة الرياح إذن لن تتعدى 40 كم في الساعة بالنسبة للسواحل الوسطى والآن مشاهدين الكرام نروح بكم إلى منطقة الواحات وبالتحديد الوادي اليوم الوادي رح تعرف إذن هبوب الرياح قوية وهذا حسب التنبيه الذي أصدره الديوان الوطني للأرصاد الجوية خلال صباحة اليوم يحدر من هبوب الرياح قوية إذن تتعدى سرعتها 60 كم في الساعة فيما يخص الوادي غرداية كذلك ورقلة تامنراست وأدرار إذن الرياح رح تكون إن شاء الله بداية من نهار اليوم وتستمر إلى غاية أو طيلة نهار اليوم بحول إلى سورة رائعة للوادي وكأنه تلوج في هذا الرمال إذن وضعية جوية مستقرة إذن 6 درجة فقط رح نسجلوها إن شاء الله أو سجلناها خلال صباحة اليوم وما تتعدى فقط 19 درجة بالنسبة لدرجات الحرارة القصوى اللي رح نسجلوها خلال الظاهرة بالنسبة للوادي كذلك ورقلة حسيم سعود حسين رمل دائما تبقى الوضعية الجوية مستقرة فقط ولاية بشار خلال نهار اليوم على باقي الولايات الجنوبية رح تعرف بحول الله تساقط للأمطار على أن يكون التحسن في الوضعية الجوية نهاية ظاهرة اليوم بحول الله إذن كانت هذه الصور الحية والمباشرة نقلناها لكم مشاهدين من الوادي قسنطينة وكذلك الجزائر العاصمة وللتذكير كان أصدر يوم الأمس الديوان الوطني للأرصاد الجوية إذن نشرية خاصة حدر من خلالها من تساقط التلوج على غلب المرتفعات الداخلية إذن الغربية التي يصل علوها للألف متر سمك التلوج رح يتراح من بين 10 إلى 15 سنتيمتر بحول الله وهذا على كل من تلمسان سيدي بالعباس كذلك سعيدا عامل بيض تيارة والأغوات إذن التلوج كانت بداية من فجر اليوم ومستمرة إلى غاية منتصف نهار اليوم الاثنين بحول الله وفي تنبيه آخر فقط كذلك للإشارة أن نفس الولايات تلمسان سيدي بالعباس سعيدا عامل بيض تيارة والأغوات رح تعرف كذلك تساقط للأمطار خلال نهار اليوم وكمية الأمطار من المرتقب أن تتعدى 30 ميليمتر محليا كذلك وهذا حسب تنبيه لذات المصلحة مصلحة الأرصاد الجوية إذن وبخصوص التنبيه الآخر لخاصة الولايات الجنوبية إذن هبوب رياح قوية نسبيا رح تتعدى 60 كيلومتر في الساعة فيما يخص غرداية تامنرس وأدرار بالزيادة كذلك إضافة إلى ذلك كل من ورقلة وكذلك الوادي سرعة الرياح رح تلحق إلى 60 كيلومتر في الساعة أو تتعدى 60 كيلومتر في الساعة وهذا طيلت نهار اليوم بحول ليلة غاية منتصف ليلة اليوم إن شاء الله إذن وكذلك للمزيد من المعلومات فيما يخص توقعات التقص إذن بهذا الاستراب الجوبي لرح يخص أغلب المناطق الشمالية الغربية إذن بصورة القمر الإصطناعي إذن نعود أن نرجع لتعالتولوج صورة القمر الإصطناعي كما نلاحظ فيه تمركز لتساقط لتولوج فيما يخص المرتفعات الداخلية الغربية التي يصل على الولى الألف متر عين الصفرة النعامة كذلك البيض التيارت حتى فيما يخص الجلفة يمكن يكون فيه تساقط لبعض الأمطار وسمك التولوج حسب النشرية الخاصة إذن يتراوح من بين 10 إلى 15 سنتيمتر وبالنسبة لتوزيع الأمطار فيما يخص نهار اليوم بحول الله إذن دائما يخص أغلب المناطق الشمالية للوطن وخاصة الغربية طيلة نهار اليوم وكمية الأمطار من المرتقة بنو تتعدى 30 مليمتر محلية إذن هذا كان بخصوص صورة القمر الإصطناعي وعليه نعود أن نرجع للوضعية الجوية لنتظرها إن شاء الله خلال ظاهرة اليوم إذن تبقى دائما أجواء ممطرة فيما يخص الجزائر العاصمة كذلك وهران درجات الحرارة 19 درجة بالنسبة له وهران الجزائر العاصمة كذلك قسنطينا أجواء مشمسة إلى قليلة السحب حتى كما شفنا في الصورة المباشرة يعني قسنطينا وأغلب المناطق الشمالية الشرقية ليست معنية بالإضطراب الجوي ويمكن أن تشهد تساقط بعض القطارات من الأمطار من فترة إلى أخرى وعلى العموم درجات الحرارة دائما تبقى منخفضة 13 درجة فقط بسيدي بالعباس إذن خلال ظاهرة اليوم بجاية حوالي 15 درجة إن شاء الله مع نسبة رطوبة الحق إلى حوالي 53% واسكيك دا كذلك السواحل الشرقية على العموم إذن دائما تبقى الأجواء مشمسة إلى قليلة السحب إن شاء الله عندي موشنط رح تعرف تساقط للأمطار بحوله وبخصوص توقعات التقس لننتظرها إن شاء الله خلال الأيام المقبلة إذن رح يكون في تحسن في الوضعية الجوبية بداية من يوم التولتاء غدا بحول الله خاصة على المناطق الشمالية الغربية والوسطى لتعرف أجواء غير مستقرة خاصة لتعرف تساقط للتولوج كذلك إذن رح يكون في تحسن في الوضعية الجوبية بداية من يوم الغد التولتاء وتكون الأجواء مشمسة إلى قليلة السحب على العموم ورح نسجل دائما درجات حرارة منخفضة دائما رح تكون درجتين تحت السفر كأدنا مقياس بالنسبة للبيض النعمة ومشرية كذلك بالنسبة لباتنا خنشلات بسا وقسنطينة بما أنه عرف التساقط التولوجي دائما تبقى درجات الحرارة منخفضة وخاصة فيما يخص المناطق الشمالية للوطن رح تعرف أجواء باردة على العموم خلال الأيام المقبلة الولايات الجنوبية نفس الوضعية الجوبية على العموم نبقى نسجل وتشكل دائما بعض الزوابع الرملية وهذا بسبب هبوب الرياح من ضعيفة إلى معتدلات نسبيا ما تستعدى سوعة هيدان الربعين كيلومتر في الساعة خلال الأيام المقبلة فيما يخص الولايات الجنوبية وكذلك بالحديث على المناطق الجنوبية حتى ولاية بشار رح تعرف تساقط لبعض الأمطار بما أنه المناطق الشمالية الغربية يلتحق أو التحق هذا الاتراب الجوي بولاية بشار رح يكون في تحسن خلال الأيام القليلة المقبلة إن شاء الله مع درجات حرارة منخفضة كما قلت وضعية البحر إن شاء الله إذن لنهار اليوم الاثنين إذن رح يكون بحر قليل الاتراب إلى مضطرب على أغلب السواحل الوطنية رح تلحق سرعة الرياح إلى حوالي 50 كيلومتر في الساعة بالنسبة للسواحل إذن الشرقية وكذلك الغربية و40 كيلومتر في الساعة بالنسبة للسواحل الوسطى مع رؤية متوسطة على طول الشريط الساحلي وعلول موجة سيصل بحول الله إلى 3 أمطار ونسبة للسواحل الغربية 3 أمطار على السواحل الشرقية والمترين فقط بالنسبة للسواحل الوسطى إذن كان هذا ما لديه لحد الساعة بخصوص توقعات التقس إذن كان فيه نشرية خاصة حول التلوج وكذلك الأمطار اللي رح تميز أغلب المناطق الشمالية الغربية خاصة وفقط نذكره مشاهدين أنه سمك التلوج إن شاء الله رح يتراوح من 10 إلى 15 سنتيمتر فيما يخص أغلب المرتفعات الداخلية الغربية التي يصل علوها إلى الألف متر بحول الله إذن ويسام نتمنى إن شاء الله تكون أمطار خير وكذلك تلوج على أغلب المناطق الشمالية للوطن في انتظار إن شاء الله رح يكون فيه تسلسل اضطرابات جوية خلال الأيام القليلة المقبلة جزيل الشكر لك زمنتي هنا أخواترية